دعونا بنعمة الرب في هذا المساء نفتح إلى أي وحدة أنا راح أقول آياتي كتيري كان لازم أكتب على الفاور بوينت بس ما ما صارش مجال لكن نعمة يسوع الرب يعطي البركة والنعمة بطرس الأولى رسالة الرسول بطرس الأولى الأصحاح الأول وعدد 18 و19 واليوم يا رب حاصرني أنه أوعظ عن دم الرب يسوع المسيح عن بركات دم الرب يسوع المسيح وسبعية بركات يعني سبع بركات لدم الرب يسوع المسيح فبنعمة يسوع الرب يعطينا الليلة هيك بالفعل إعلانات روحية ويكون هذا درس كتاب تغذي لكلمة الله وأيضا إحياء لأرواحنا وعندما نتفاعل بقوة دم الرب يسوع بقول الكتاب في بطرس الأولى 1-18 و19 أحابب نقرأ مع بعض إذا ممكن يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمن الأخيرة من أجلكم مرة تانية إذا ممكن نقرأه قراءة جمعية عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمن الأخيرة من أجلكم مبارك اسم الرب يبارك لنا الرب كلمته في هذا المساء له كل المجد وكل الإكرام بركات دم الرب يسوع المسيح سبع بركات لدم الرب يسوع المسيح عالمين هذا عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم شو يعني دم كريم؟ دم كريم يعني دم غالي وثمين جداً 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 أثمن شيء في الوجود هو دم ابن الله الحي دم الرب يسوع المسيح غالي جداً دم ثمير كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح معروفاً هذا الدم سابقاً قبل تأسيس العالم دم الرب موجود ومعروف ومعلن له كل المجد موضوع دم الرب يسوع من أهم الموضيع الأساسية الموجودة في حياة المسيحيين المؤمنين اللي ماشيين بطريق النور طريق الرب هذا الموضوع محتاجين دايماً من حين لآخر نرجع ونحكي فيه ونذكر بعض فيه ننهد بالتذكرة ذهننا النقي حتى نفعله بشكل عملي في قلوبنا في حياتنا في صلواتنا في يومياتنا ويكون دم الرب عم بيعمل فينا وبيعمل من خلالنا واليوم رح يتأمل مع بعض بشكل سريع زي ما قلت في سبع بركات لدم الرب بسوع المسيح حابب أذكرها في البداية وحابب أذكرها في النهاية عشان نكون أكتر مجال نحفظها مع بعض دم الرب أول شيء هو صالحنا أول بركة صالحنا بدمه بعدين فدانا بدمه بعدين طهرنا بدمه بعدين بررنا بدمه بعدين قدسنا بدمه بعدين أدخلنا إلى الأقداس بدمه وآخر شيء أعطانا النصرة والغلبة على الخطي والشيطان بدمه أمين؟ سبع بركات لدم الرب بسوع المسيح بعيد مرة ثانية صالحنا مع الآب بدمه فدانا بدمه وطهرنا بدمه وبررنا بدمه وقدسنا بدمه وأدخلنا إلى الأقداس بدمه ومنحنا النصرة والغلبة على الخطي والشيطان بدم الرب بسوع المسيح سبعية لبركات دم الرب بسوع المسيح وصلي أنه هذه السبع بركات تكون عم تتنتع فيها وتكون عم بتعيش في غنى ده سم غنى هذه البركات في حياتك وعايش في ملء قوة دم الرب بسوع المسيح فالرب بسوع لما نصلحنا مع الآب السماوي عمل الصلح بدم صليبه ما كان منفع أنه يصالحنا ببلاش ما كان منفع وقف يقول يا جماعة أنتو ناس طيبين يعني وجوه طيبي وجماعة أوادم ومناح وياني أنا نزلت من السماء وجاي أصالحكو يلا تصالحوا مع الآب وخلص وهذا هو وانتهى الموضوع ما بينفع الصلح يصير بهذه الطريقة بهذه البساطة لأنه هذا الصلح بكلف ثمن غالي جدا 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 حتى يتم والثمن هو دم الرب يسوع المسيح له كل المجد مبارك اسمه الرب سوع مبارك اسمه والمشكلة بديت من آدم أبونا آدم وإمنا حولا من كسر وسيط الله وصنعوا الخطيئة وأخطأوا وقالوا لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت فالله محب ورحوم وطويل الروح لكنه بتنسوش الله عادل وقدوس ويبغض الشر وذا يأتي يوم سيدين الأشرار احنا بننسى هاي الناحية مرات ونركز فقط على أحبة الرب لكن في عدله والله ما بغير عدله ما بغير قوانينه والله يدين الخطيئة ويرحم الخطيئة من خلال تبيحة المسيح عدل الله بطالب بتنفيذ الحكم إيش الحكم إنه أجرط الخطيئة يموت يوم تأكل منها موتا تموت فبعد أدخلة الخطيئة انفصل آدم وحوى وكل البشرية عن الله وصار الإنسان بجهة والله بجهة تاني وبدأ عهد الذبائح كمحاولة للتكفير عن الخطايا والاقتراب إلى الله وما كان يمكن أي إنسان يقترب إلى الله إلا لازم يكون فيه دبيحة لأنه بدون سفك دم لتحصل مغفرة ومنشوف نبي ورى نبي وكاهن ورى كاهن والعهد القديم كله بورجي قديش كمية الدبائح اللي قدمت ومنشوف حتى أن أيوه في القديم صرخ ونادى بعد ما نزلت المصائب عليه وقال ألا يوجد مصالح يضع يده على كلينا ويصالحنا أنا من جهة والله من جهة لكن نشكر الرب سوع لأنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس فيسوع هو اللي جاء لكي يفدينا لما جاء الملاك إلى العذراء مريم قال للروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله هو القدوس وهو في بطن أمه كان قدوس هو اللي كان له الحق بأن يصنع هذا الصلح وأن يحقق هذا الصلح لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي لم يفعل خطية ولم يوجد فيه خطية ولم يكن فيه ولم يعرف خطية صار خطية ليش؟ لكي يصالحنا مع الآب فدفع ثمن المصالحة والثمن كان موته الكامل على الصليب مات من أجل الجميع هكذا أحب الله العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية محبة الله ظهرت في موت الصليب موت المسيح على الصليب هناك على الصليب وكأن يسوع أخذ بين مكان مصنوب بين السماء والأرض ومعلق على الصليب أخذ من جهة يد الله من جهة كإبن الله وأخذ يد الإنسان كإبن الإنسان وصالح الله بالإنسان بشخصه وبدم صليبه هيك بقول الكتاب صالحنا بدم عاملا الصلح بدم صليبه مبارك اسم الرب بسوع فيش ممكن لأي إنسان خاطئ يتصالح مع الله القدوس إلا من خلال دم الرب يسوع المسيح فيسوع صالحنا مع الله وأيضا صالحنا مع بعضنا البعض وبعدين إيش عمل أوكل إلنا هذه الخدمة خدمة المصالحة إذن نسعى كسفراء عن المسيح كإن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح نيابة عن المسيح الناس الخطاء نقول لهم إيش تصالحوا مع الله من خلال دم صليب الرب بسوع أول بركة يتمتع فيها ونشكر الرب عليها إنه تمت المصالحة بدم الرب بسوع هللويا شكرا للرب لأجل هذا الانتياز العظيم الانتياز العظيم أن نتصالح مع الله لكن البركة التانية لبركات دم الرب السوع أنه بركة الفداء فدانا بقول عالمين زي ما قرينا أنكم افتديتم لا بفضة ولا بذهب بل بإيش بدم كريم يعني دم ثمين كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح وقول كمان بأفاسوس الذي فيه لنا الفداء شوف الفداء بدمه أفران الخطايا حسب غنى نعمته كل قطر الدم من دم الرب السوع المسيح سالت وسفكت كانت تصرخ أنا أريد أن أفدي أنا أريد أن أفدي وأكتر كلمة للفداء حتنفهم الفداء هي البدلية أكتر كلمة أريد للفداء هي البدلية شو يعني البدلية يسوع لم فداني أخذ مكاني ودفع ثمنه ثمن خطيائي ثمن عقابي أعطاني مكانه حتى أنا أتمتع في بركاته يسوع في الصليب أخذ الذي لي هاي البدلية وأعطاني الذي له أخذ خطيائي وأعطاني بره أخذ موتي وأعطاني حياته الأبدي وحياة أبدي أخذ اللعن وصار لعن من أجلي لكي يعطيني أن أعيش في ملء البركة باركنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح مسوع أخذ أحزاني وأوجاعي وألامي وأعطاني بحبره شفاءه الروحي والنفسي والجسدي أخذ كل شرف حياتي وأعطاني كل خير ولم من فداني ولم من فداني شو عمل؟ قول الذي فيه لنا الفداء بداني هي غفران الخطايا ما في غفران لأي خطيئة اعمل أعمال صالحة أدي بدك لا في غفران لأي خطيئة أنت بتعملها أو بدك تعملها إلا من خلال دم الرب يسوع المسيح الله لا يقدر أنه يسامحك أو يغفر خطيئك إلا من خلال الدم لأعمالك ولا حسناتك ولا تصرفاتك بتخلي الله يغفر خطيئك فقط دم الرب سوع عشانك إحنا دائما منعظم دم الرب سوع منعلي دم الرب سوع منرفع ونعلن قوة دم الرب سوع لأنه فيها الكفاية أن تغفر الخطايا وهم نعرف حقيقة مهمة جدا أنه هناك فرق بين المسامحة وبين الغفران في فرق بين أنه المسامحة والغفران والفرق كالتالي المسامحة لما واحد يغلط مع واحد وقال له أنا سمحتك بس إيش بعد سنين طويل بتظلوا متذكر أنه قبل خمس سنين فلان عمل معي شغلي بس أنا سمحته بس إيش أنا بعدني متذكر اللي عمله معاي لكن الغفران بيختلف عن المسامحة إلا من الله بغفر خطيانا أو بيغفر خطيانا ينسى تماما ما فعلنا ضده هللويا أمين ليش لأنه دم المسيح فيه القوة الكافة أنه تمحي وتغسل كل الخطايا الموجودة في حياته هللويا عشان هيك الله الله بيقول لا أعود أذكر خطياكم ولا تعدياتكم فيما بعد لأنه كل خطيانا طرحها الرب وين في بحر نسيان له كل المجد أشكر رب معي لأنه رب ما سمحني ومتذكرني كل خطيية لكن إيش غفر خطياي خطياي محاها الدم مجدا هللويا خطياي ممحي الله نسيها تماما مش موجودة لأنه في قوة دم يسوع أكبر مسحوق روحي اللي إيش بيعمل بنضف أصعب خطيية في حياته هللويا ما أعظم الرب سوع قال أشعياء محوتو كغيم ذنوبك وكسحابة خطياك البركة الثالثة هي بركة التطهير بقول في يحنى الأولى إن سلكنا بالنور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح شو بيعمل يطهرنا من كل خطية في قوة دم يسوع إنه يغسل خطيانا من الماضي المؤلم ويطهرنا من الحاضر في الحاضر والمستقبل شوف بالماضي ايش بيعمل المسيح بيغسل خطيانا في الحاضر والمستقبل يطهرنا من كل خطية في كل واحد في حياته بؤع روحية مؤلمة مر فيها تحديات ظروف ناس أزو ناس أهنو ناس اتهضو تحديات وفشلات وخطايا وأشياء شو عملت عملت بؤع روحية في حياته عملت أمور أزى في حياتي أطر على حياتي زي الكباية الفاضي اللي تخدها على المجهر بتلاقي أطرات أصابع الشخص اللي يمسك الكباية حياتنا مثل الكباية ملانة أطرات وبؤع في الماضي اللي هي مؤلمة ومحزنة وكل ما بتذكرها بكون بفوت في وضع سعب مين بده يغسل حياتي من الماضي من هذه الأمور المؤلمة مين بده يشفي الألام مين بده يغير الألام أقول لك في هذا المساء توجد قوة بدم الرب سوع تغسل كل الماضي واتطهر من كل الماضي وتنظف كل الألم والأمور العلقة وكل الأزى والجراح وكل الأمور السلبية اللي كانت في حياتي في الماضي اللي ما بدي أتذكرها دم يسوع قادر أن يغسلها بالتمام زي ما بتحط الكباي تحت الحنفية والمي بتنظفها من كل البؤع هيك الرب لما تيجي تحت قوة دم يسوع دم يسوع قادر أن يغسلك من كل الألام الماضي بقول ومن يسوع برؤية الشاهد الأمين البكر من الأموات الذي أحبنا وقد غسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهن لله أبيك أشكر رب السوع لأنه رفع مكانتك رفع رايتك كنت ينكم نظر الناس أنت ولا إشي لكن في نظر الله لأنك مغسول بالدم الرب جعلك ملك وكهن جعلنا ملوكا وكهن لله أبيك سنملك مع الرب وسنكون مع الرب كل حين إلى أبد الأبدين صلي معاي دقيقة قوله يا رب غمد عينك قولي يا رب تخيلك كل بقع في حياتي في الماضي كل ألام كل جراح كل أمور كل مواقف صعبة كل يا رب كلمات أزى أتت مدارك ترن في داخل فكري وفي داخل قلبي وسببتلي إحباط وفشل واضطراب وأمور في حياتي كل أمور يا رب الليلة تعال بقوة دمك كليا حررني منها كليا أنا يا رب جاي الليلة تحت قوة دمك وبقولك غسل ماضي حياتي نظف البقعم الموجود في حياتي نظف الأزى الموجود الجراح الموجود في حياتي زي ما رب تنظف الكباي بالماء يا رب اليوم تتطهر حياتي وتغسل كليا بدمك الطاهر القدوس فتفكني وتحررني حتى أهتي فأقول فليقل الضعيف بطلا أراه فالرب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أمين مبارك اسم الرب سوع فالرب يغسل ماضي حياتي بدمه لكن أيضا بطهر حاضر ومستقبل حياتي في قوة بدم يسوع إنه طهرنا ودم يسوع المسيح ابنه إيش بيعمل يطهرنا إن كل خطي إنه اعترفنا بخطيانا فدوري إيش أنا أعمل يا إخوي إنه أنا كل يوم كل يوم كل يوم يحتاج إيش أجي أعترف بخطيانا إنه اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا وإيش يعمل يطهرنا من إيش من كل خطي مش خطايا بطهرها وخطايا هذه يعني بدها ثلاث جمع صوم وصلاة وأتوبة عشان إنه هاي الخطي يعني خطي لا الرب يقدر يطهر من كل خطايا كبيرة أو صغيرة في قوة بدم يسوع أنه طهر كل الخطايا وما نخلي إبليس يضحك علينا وما نخلي إبليس يأنب ضميرنا وما نخلي إبليس يعيشنا تحت تقنيب الضمير وفي فرق بين تبكيت الروح الكدس اللي لم نتخطي بظل يقودك إنك تتوب لكن بعدنا التوب توبة حقيية من القلب وبيجي تقنيب اعرف هذا مش من الرب لكنه من إبليس قول يا إبليس تقنيبك مرفوض لأنه خطيائي محاها الدم وأنا محرر من كل خطي يطهرني ودم يسوع المسيح ابنه يطهرني من إيش من كل خطي له كل المجد مبارك اسم الرب السوع لكن البركة الرابعة هي بركة التبرير في روميا خمسة تسعة بقول فبالأولى كثيرة ونحن متبررون الآن الآن بإيش بدمه به من الغضب كل شخص قبل إبليسوع ربه مخلص شخص لحياته هو تبرر بالدم الثمين هناك فرق كبير بالمعنى بين كلمة تبرير وكلمة براءة نشرح المعنى البراءة لما واحد بفوت على المحكمة على قضية ومتهم في قضية معينة بروح وبعد ما بتجري المحكمة وبيجيبوا الدلائل والبراهين والإثبتات والأوراق وكل المستندات وكذا وبيفحصوا كل شيء بيكتشفوا أنه هذا الشخص ما له بريء وغير مذنب فبيطلع براءة هو بريء من أي ذنب لكن التبرير بيختلف عن البراءة التبرير أنه نفس هذا الشخص بفوت على المحكمة وبعد الدلائل والبراهين والإثبتات والأمور والشهود وكذا يثبت أن هذا الشخص بالمحكمة أنه مذنب مية بالمية ويعترف وقولها المذنب لكن رغم أنه مذنب المحكمة بتحكم له براءة مش لأنه المحكمة مش عادلة وبتميز لكن لأنه فيه شخص تاني أجأ ودفع ثمن هذا الحكم اللي كان مفروض على الشخص الأول هذا ما صنع الرب معنا على الصليب نحن مذنبون بالخطايا ومحكوم عننا بالموت لأنه أخطأنا وصنعنا الشر وعوجنا المستقيم أمام الرب وأجرد خطيتنا موت لكن جاء رب المجد يسوع ودفع ثمن موتنا وخطيانا بموته على الصليب تدد الدين دفع الثمن بالكامل وبإيماني في المسيح يسوع أنا التبرير أنا خاطي ابن خاطي محكم علي بالموت لكن هدللويا خطيائي محاها الدم وأنا اطلعت براءة مش علشان أنا منيح وبريء لكن عشان في واحد دفع ثمن خطيائي وبررني بالكامل هو شخص ربنا يسوع المسيح بعطيه كل المجد ما أعظم قوة دم يسوع وهم نعرف أنه مراتك صارت صارت الأمور أنه كل شيء ببلاش عادي لا في ثمن غالي ندفع ثمن دم الرب سوع ونحن متبررون الآن بدمه نقلص به من الغضب مبارك اسم الرب سوع نفرح بدم الرب سوع ونغني ونعظم دم الرب سوع بركة السادسة عبرانين 13-16 بركة التقديس بقول لذلك يا سوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب حتى يقدر الله أن يقدسك لازم هناك يكون قوة تقدر تفسلك عن الخطيئة وتبطل سلطان الخطيئة على حياتك ما في قوة بتقدر تبطل سلطان الخطيئة عن حياتك وتفسلك عن الخطيئة إلا قوة دم الرب يسوع المسيح فالدم بيخلعنا عن الشر دم الرب بيعمل بيقيمنا وبينزع الشر عن حياتنا والدم أيضا يقدسنا ويخصصنا ويفرزنا للقدوس رب المجد الرب يسوع المسيح بقول في كورنتوس الأولى يسوع صار لنا حكمة وبرا وقداسة وفداء هللوية صار لنا حكمة هو حكمتنا هو برنا هو قداستنا هو بقدسنا يسوع وفداء يعني من خلال دم الرب يسوع حياتنا تتقدس في كل مرة أنا بعلن دم الرب على حياتي حياتي إيش بتعمل تتقدس عشان يكلم نعبد الرب ومنرنم عن دم يسوع وبقودك في صلاة وإحنا نتفاعل شو عم نعمل الرب بقدسنا أكتر وأكتر وأكتر حتى حياتنا تكون مقدسة أكتر من جديد في دائما محتاجين أن نتقدس يوما فيوما فدم الصليب هي الأداء اللي بتفصلك عن الخطيئة وهي بتقدس حياتك وتطهرك وتفرسك للآب السماوي إذا أنت بتآمن بقوة دم الرب سوع إذا أنت بتآمن بقوة دم الرب سوع قوة دم يسوع اللي بتعلنها دائما على حياتك رح تعطيك نصرة على الخطيئة اللي أنت مستعبد إلها واللي عايش تحت عبوديتها لسنين طويلة في قوة دم يسوع تفكك تحررك تغيرك فقط اعلن وآمن بقوة وعمل دم الرب سوع دم الرب يعزل الخطيئة والشيء اللي بيخليك تكره الخطيئة هو دم المسيح عشانيك هناك قوة في دم يسوع إن اتقدسنا وأنا أدخل أمور لهوتية لكن موضوع بساطة صلي في كل يوم وقولي رب قدسني بدمك قدسني بدمك يا رب الخطيئة الفلانية المستعبد حياتي قدسني بدمك أعطيني رب نصر عليها أعطيني أشوفها بعينيك أعطيني أبغضها أصلي ضدها أعلن الحرب عليها تعال قدسني بدمك خلي افصلني عن هذه الخطيئة فبعدش عندك الانجداب والانحدار والسقوط السريع لإلها لكن في إني أنا قدس فدم المسيح إعلان قوة دم يسوع مستمرة على حياتك وعلى الضعفات والخطايا قادر أن يقدسك إلى التمام ويعطيك حياة مقدسة بعيدة عن الخطيئة بركة السادسة قبل الأخيرة بركة الدخول إلى الأقداس عبرانين عشر ساعتاش في إذ دنى أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع فنحن البعيدين صرنا قريبين إلى الله بدم يسوع سأل أحد خدام الرب واحد من الرب اليهود قال له إذا أنا أبدأ أسير يهودي وأدر أنا أدخل زي ما كنتوا تدخلوا إلى خيمة الاجتماع وأمارس الطقوس لإنتوا كنتوا تمارسوها قديش بدي وقت عشان أنا أسير هيك زيكم قال له بدك عشر أجيال يعني ما يقارب بين ثلاثمية لأربعمائة سنة حتى تقدر توقد وتوصل زينا إحنا كيف وصلين قال له خادم الرب هللويا لأنه نحن البعيدين الأمم نحن البعيدين صرنا قريبين بدم الرب يسوع المسيح ما عد محتاج عشر أجيال حتى أدخل إلى القدس وحتى أدخل إلى الدار الخارجي وحتى أدخل إلى مكان أعبد الرب لكن دم يسوع فتح الطريق فتح الباب بشكل واسع على المسرعية حتى ندخل إلى الأقداس بدم المسيح خيمة الاجتماع كانت من زمان يعني مبنية من ثلاث أقسام الدار الخارجي مكان عام الشعب اللي كانوا يؤدموا الذبائح فيها الكهني وفي القسم الثاني والقدس اللي كان يدخل فقط إلى الكهني والقسم الثالث هو قدس الأقداس زي مبارح يوم الغفران يوم الكفارة وكان رئيس الكهني يقدم ذبيحة عن نفسه وذبيحة عن الشعب حتى يكفر عن خطايا الشعب خلال كل هذه السنة ويدخل بدم هذه الذبيحة يرش عن نفسه ويرش عن الشعب لكي يقدس ويطهر ويطلب غفران الله لكل خطايا وخطايا الشعب أيضا وهذا كان رمز إلى شخص الرب سوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم اللي جاء مش على رتبة هارون لكن على رتبة ملكي صادق وأيضا إشارة إلى أنه ليس فقط رئيس الكهنة بل هو الذبح العظيم هو الذبيحة الكاملة الكافة اللي فيها كل المواصفات لكي يقبلها الآب السماوي اللي قدمت على مذبح الصديم فيسوع هو رئيس الكهنة وهو الذبيحة بنفس والدلالة الدلالة على ذبيحة الرب إنها قبلت لمن يسوع قال قد أكمل إيش صار نشق حجاب الهيكل بفصل بين القدس وبين قدس الأقداس وفتح الطريق وما عادش محتاجين ندخل القدس بعدين قدس الأقداس تغير الاسم وصار لنا الحق بالدخول إلى الأقداس تغير الاسم من قدس وقدس الأقداس إلى كلمة الأقداس لنفتح على بعض وكله صار لنا ثقة في أي وقت في أي لحظة وإنت ما بدي صار إلى الحق والجرأة أن أدخل بدم يسوع إلى أقداس الآب السماوي شو هالامتياز اللي إلنا شو هالامتياز اللي إحنا أخذناه من خلال دم يسوع أن ندخل إلى الأقداس أشياء في القديم لمن فأشياء ستشاف رؤية رأيت السيد جالس على كرس العال المرتفع وأذياله تملأ الهيكل الصرفين حول ولكل كائل قدوس قدوس رب الجنود مجده من أكل الأرض شو أشياء ويل لي لأني هلكت لأني نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين ما حدش كان يسترجي يدخل الأقداس لأنه خاطئ ممكن يموت من جو وإلا يموت بسبب هيبة وقداسة الله لكن شوف الفرق بسبب دم يسوع لأجل الدم اللي سفك صار لنا الدخول بكل حرية على حساب النعمة إلى الأقداس إن كنت تعرف هالمعلومة لكن تأمل فيها وشوف ما أعظم الغنى اللي أخذناه بدم الرب يسوع مسيح فإذنا أيها الإخوة الثقة أشكر وعن مسيح آخر بركة هي بركة الغلب والنصرة لنا النصرة على الخطي والعالم الشرير لأن دم يسوع بطهرة من كل خطي ولن نصرة على الشيطان والأرواح الشرية من خلال قوة دم الرب شو بقول برؤية وهم غلبوه بدم الخروف رؤية 12 وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت إبليس اليوم بيعمل كل جهده شغل الناس بالتدين بالأعمال الصالحة تدين قدي بدك اعمل أعمال صالحة قدي بدك بس خليك بعيد عن دم يسوع عن صليب يسوع بدك تدين إبليس بيعطيك تدين بدك أعمال صالحة وأعمال خيرية بيعطيك إبليس أعمال صالحة وخيرية اعمل شو بدك بس اوعى تقرب على دم وعلى صليب الرب يسوع وهو تركز على هذا الموضوع ما تركزش عليه ركز على النشاطات ركز على الفعاليات ركز على الرحلات ركز على إيش ما بدك وفيش عنده مشكلة تكون كنايس مليانة نفوس بس ما تكونش مركزة النفوس على مين على صليب ودم الرب سوعة مسيح ليش إبليس ما بدوش إيانا نركز على هذا الأمر الجواب بسيط لأنه هناك هو نهزم هناك هو جردة من كل الرئاسات والصلاطين هناك الرب أشهره جهارا ظافرا بهم فيه أي في الصليب هناك في الصليب العدو تم خرابه إلى الأبد هناك في الصليب صحق رأس الحية هناك في الصليب أعلنت النصرة الغلبي للرب سوع ولكنيسته نحن المؤمنين عشان يكا إحنا في قوة بدم يسوع في قوة بصليب يسوع له المجد كل الديانات تتطفئ مع المسيحية في المبادئ والأمور القيام الإنسانية لكن لما نتوصل للصليب لا لما نتوصل للدم لا ليش؟ لأنه إبليس بيعرف أنه هناك في الصليب هناك في الصليب تمت هزيمته بالكامل في شغلتين إبليس بخاف منهن عندما تعلن قوة دم الرب سوع قوة صليب وأرض الجلجثة وما حدث هناك وأيضا عندما تذكروا بنهايته في البحيرة المتقدة بناره كبريت فخلينا في هذه الأيامات إحنا ما نعيش هربنين من العدو وعايشين في هزيمة لكن نعيش في نصرة غير عادية عندما نعلن قوة دم الرب سوع المسيح هناك عند الصليب تنتهي حدود إبليس ما بيقدر يقرب لما من أجل ملاك المهلك على مصر على شعب الرب كان البيوت المرشوشي بدم الذبيحة اللي كانت إشغارة إلى دم المسيح كل بيوت يأتي الملاك المهلك يرى الدم وإيش بيعمل؟ يعبر طالما أنت مغطب دم يسوع ولا قوة من قوة إبليس ولا كل قوات وجف حافل الخطية والشيطان تقدر تيجي وتدر حياتك طالما أنت مغطى بدم يسوع دم قطاني برك كساني له المجلس وحبك نجاني وما لقلبي أغاني دورنا كمؤمنين نعلن سلطان المسيح على حياتنا رش حياتنا وبيتنا كل يوم صلاتك اعلن رش الدم على ولادك على ممتلكاتك على كل نواحي ومجالات حياتك باسم الرب سوع ودورك تنتهر لما في مقاومة قاوم إبليس فيهرب منكم الأول إخضعوا لله لمن انتهروا باسم يسوع لمن انتهروا بدم يسوع لمن انتهروا بكل إيمان ويقين وعرفين من إحنا في المسيح وعلي إيش إحنا وقفين مش بأرض العدو لكن في الصليب في أرض الجلجة وقفين في مكان الغلبة والنصرة حتما العدو سيندحر ويهرب من أمامنا مبارك اسم الرب سوع سبع بركات لدم الرب سوع مسيح نعيدي مرتان عشان نتذكرهم بركة المصالحة صالحنا بركة الفداء فدانا بركة التطهير طهرنا بركة التبرير بررنا وبركة التقديس قدسنا وبركة الدخول إلى الأقدس وآخر إشي بركة النصرة والغلبة على الخطي وعلى كل قوات الجحيم عشان إيك إيه نحق نفرح إيه نحق نغني ونرنم نقول قد عوشت المستقيم صنعت الشر ولم أجاز علي فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور أمين جميعا نقف مع بعض للصلاة في اسم الرب سوع مبارك اسم يسوع مبارك اسم الرب سوع أشكر رب معي في هذه اللحظات دقائق أبداً نختم أقول أشكرك يا رب لأنك فديتني أشكرك يا رب لأنك صلحتني مع الآب أشكرك يا رب لأنك طهرتني من كل خطيئة أشكرك يا رب لأنك قدستني وتقدسني يا رب وتفصلني عن كل شر ونجاسي وخطايا أقول أشكرك يا رب لأنك شايفني مبرر في المسيح يا رب سوع لأنك تنظر إلي في المسيح فلا تراني خطيئة في حياتي أشكرك يا رب لأنك نصرتني وتعطيني نصره وسلطان يا رب هذا السلطان اللي جرت العدو منه ومنحته للكنيسة يا رب أنت قلت أعطيتكم سلطان أن تدوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو قل يا رب الليلة املأني بسلطانك املأني بسلطانك أيها الرب سوع املأني بسلطانك قل أشكرك لأنك صلحتني أشكرك لأنك يا رب فديتني أشكرك لأنك بررتني أشكرك لأنك قدستني أيها الرب سوع أشكرك لأنك طهرتني وتطهرني من كل خطيئة لكن يا رب الليلة أشكرك أيضا لأنك تعطيني نصر وغلبه مهما كانت الهزيمة في حياتك في هذه الليلة يقول له يا رب أنا بعلن قوة دم يسوع على حياتي بعلن قوة دم يسوع على حياتي يا رب أصلي في هذا المساء أن تجعل هذه الحقائق الروحية أنه ما تروح من أفكارنا والعدو ما يسلبها من حياتنا ويعيشنا فيه يا رب سجن ويعيشنا فيه يا رب ضعف وفيه هزيمة ونحن أولاد الملك أولاد الغالبين يا رب أعطينا نعرف الحق والحق يحررنا يا رب ازرع هذه الحقائق في قلوبنا وأعطينا نتمتع بغنى يا رب سوع غنى قوة وعمل وفعليت دمك في حياتنا بارك يا رب هذه الرسالة